وللمزيد مشاهدين ينضم إلينا على الهواء مباشرة باسم أمبو لعينين مراسل التلفزيون المصري من مقارن عقاد معرض تراثنا باسم انقل لنا الصورة لديك في المعرض تراثنا هذا العام مساء الخير من معرض تراثنا الذي انطلقت أولى فعلياته اليوم ويستمر لمدة سبعة أيام حتى ربع عشر من الشهر الجاري وبرعاية مباشرة من السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعني تعكس رعايته لمثل هذا المعرض إيمان الدولة المصرية بأن التراث هو مرآة الواقع لأي شعب ولأي أمة وأن أي شعب أو أي أمة بلا تراث هي بلا هوية هذا المعرض هو بعد أن تفقت هذا المعرض وكما تفقدت كاميرا القناة الأولى والتلفزيون المصري لهذا المعرض هو متحف وليس مجرد معرض لأنه يضم مجغولات وحرف يدوية من صنع أياد تعكس العمق الثقافي لكل منطقة وكل فئة قامت بالحضور إلى هنا وقدمت منتجاتها إنما تعكس هويتها وثقافتها سواء من أقاليم مصر المختلفة في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب الفلاحين الصعيدة البدو الحضر جميع أطياف الشعب المصري موجودة هنا منسجمة بترافها الفن والحرف اليدوية المختلفة تقدمها في أروع وأبهى حل لم يتوقف معرض ترافنا هنا فقط على التراف المصري فقط وإنما لدينا أجنحة للدول العربية كفة على يميني هنا أجنحة لدول عربية شقيقة المملكة الأردنية الهاشمية الجزائر تونس الإمارات المملكة العربية السعودية لدينا أيضا محافظات مختلفة خصوصا المحافظات التي تتميز بعمق التراف الذي يمتد عبر الجذور لألاف السنين لدينا التراف الأسواني والتراف البدوي السناوي البدوي المطروح من الوادي الجديد الوحات سيوة الحرف اليدوية الممتدة عبر كل القطر المصري في ضمياط في الفيوم في المناطق المختلفة للحرفيين في القاهرة في الحقيقة هذا المعرض يعكس الهوية التاريخية للشعب المصري ولمصر وأيضا لهذه الدول الشقيقة التي حضرت إلى هنا أيضا لتقديم هويتها البصرية وهويتها التاريخية لتكون شاهدا على التاريخ وعلى الحاضر للجميع هنا في معرض طرافنا الذي كما ذكرت في البداية يأتي برعاية شخصية من فخامة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض طرافنا أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين من معرض طرافنا